في سن السادسة والثمانين ما زالت النقابية دولوريس هويرتا رمزا للنضال من أجل العمل والنساء والبيئة والعنف في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستعد لكثير من المعارك مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الأونة الأخيرة عرض في مهرجان ساندس الأمريكي فيلم دولوريس الذي يعيد تكريمها وأظهار دورها في تاريخ النضال الحقوقي في الولايات المتحدة أعتقد أن الناس العاديين من الفئة العاملة ما أن يفهموا أن بإمكانهم إحداث تغيير حتى يكرسون وقتهم ومواردهم لتحقيق هذا التغيير وهذا ما يدفعني إلى الاستمرار ويتتبع الفيلم محطات من حياتها منها تأسيس اتحاد عمال الزراعة مع سيزارة شافيز في الستينات من القرن العشرين ويمر الفيلم أيضا على نضالهما من أجل الحقوق الأساسية للعمال الزراعيين مثل الحصول على المياه والمراحيد والاستراحة وضمان للعاطلين عن العمل وتثبيت حد أدنى للأجور اشتركوا في القناة